اشتركوا في القناة هرمند ميسم برازندا قوله ان الاشتباكات وقعت في منطقة شوغالك واضاف ان الاشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الايرانية متواصلة واستمرار التحقيق في تفاصيل الحادثة ولماذكر مسؤول ايراني اي تفاصيل حول الضحايا والاصابات المحتملة نتيجة الاشتباكات من جهتي اكد الطالبان صحة الانبال متعلقة بوقوع الاشتباكات على الحدود بين البلدين وانقل موقع تلوع نيوز المقرب من طالبان عن مولوي محمد ابراهيم هواد قائد حرس نيمروز الحدودي قوله ان الاشتباكات بدأها الجانب الايراني واضاف ان عنصرا من طالبان لقي مصرعه جراء الاشتباكات فيما اصيب اخر وافاد بان اسباب اندلاع الاشتباك لم تتضح بعد لافتان الى استمرار التحريات المتعلقة بذلك وتشهد الحدود الايرانية الافغانية اندلاع اشتباكات بين الحين والاخر وتتوقف نتيجة ممارسات داعي الهدوء من مسؤولي الجانبين اشتركوا في القناة